دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في زيارته إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق صراح المحتجزين وأكد بلينكين خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي أن على الجميع الالتزام ببزل أقصى ما يمكن لإيصال المساعدات الضرورية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها بالنسبة لنا أيضا فنحن نسعى ونأمل الإطلاق صراح الفوري لأرهائن في أقرب وقت ممكن وكما تعلمون سعادة الرئيس فإن الاستجابة والرد الذي حصلنا عليه من حماس فهو مطروح الآن للدراسة وقيد الدراسة حاليا وننظر إليه بجدية وندرسه بعمق ونحن نبذل قصارة جهدنا لإدخال المساعدات اللازمة والضرورية لأولئك الذين في أمس الحاجة إليها وخاصة الأطفال والنساء ونركز أيضا بشكل كبير على إسراء إدخال هذه المساعدات وأخيرا بكل صدق فخامة الرئيس نسعى جهدين لتحقيق هذا التطبيع بين السعودية وقد أجرات مباحثات مع السعودية ومصر وقطر وكل الأطراف تبزل قصارة جهدها بشكل إيجابي ونؤمن أن نتائج في المستقبل ستكون إيجابية